ن acredito que el gobierno de Irak tiene la responsabilidad de evitar y responder a estos ataques contra el personal americano que están en Irak وآخرها في كاركوك ويبدو أن الإطار التنسيقي يفضل التخلي عن أذرعه العسكرية خشية غضب أمريكا التي تبدي جدية غير مسبوقة في الرد على الهجمات التي تتعرض لها حتى وصل الأمر إلى الرد ضربة بضربة وتقول مصادر ليواني نيوز أن أطرافا في الإطار غير راضية عن استئناف القصف بعد الهدنة في العراق التي استمرت عشرة أيام هذه الأطراف كانت تتوقع أن تستمع المقاومة إلى الرسائل التي أوصلتها أحزاب سياسية بأن تتجنب التصعيد بسبب حراجة الوضع في العراق وقرب الانتخابات لكن ذلك لم يحدث وتؤيد الأحزاب الشيعية الكبيرة فكرة دعم جهود الحكومة في حماية التحالف الدولي وبأن هذه المجاميع لا تمثل جهة رسمية وهي خارجة على السلطة وهو ما عمق حجم الفجوة بين الفصائل المسلحة والإطار الذي يمثل الواجهة السياسية وتتحدث المصادر ذاتها عن فشل الوساطة التي قادها رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري بين الحكومة العراقية والفصائل الخلافات بقيت مستمرة خصوصا بين العصائب وباقي الجماعات المقربة من إيران رغم توصيات باقري الذي بقي في العراق لعدة أيام بنبذ الخلافات والتنسيق المشترك وبدأت الفصائل تشكك في نوايا الحكومة وقد تصنفها على أنها متعاونة مع أمريكا سيما بعد ثبوت تعاون الحكومة مع واشنطن وإعلان السودان ملاحقة مطلق الصواريخ ضد القواعد الأمريكية ترجمة نانسي قنقر